يميني قوي أعرف منك برضو بعد كل المعلومات اللي عرفتيها عنه بصرف النظر عن أنك بتحبيه على مستوى القراءة لأنك بتقريه له معجبة جداً بقرياته وأكيده إلا ما كنتش كتبتي عنه كتاب زي كده بس عايزة أعرف إيه اللي جمع بينه وما بين الرومانسية والفروسية يعني هو تقال عليه لتنين ولقب بالتنين أعتقد الفترة اللي الإنسان بيقضيها في الجيش حتى لو هو فترة جيش تقضية عسكرية فقط مش طالب ممكن تساعدوا أنه هو يكتب كتير ويخرج مشاعره لأنه الجيش مفيش مجال موضوع نظامي قوي بيصحف معاد معين وينام في معاد معين فهو مقدموش غير الكتابة ومقدموش غير الكتابة الرومانسية أنه هو يعبر عن مشاعره يعني ما قصدش برومانسية هنا حب أقصد مشاعر بتخرج إحساسه اتجاه زميله إحساسه اتجاه وحدته إحساسه اتجاه أهله اللي هو مش قادر يشوفهم فمش هايف أتعرض بين الاتنين بالعكس بشوفهم يعني ممكن يكملوا بعض بشكل كبير جدا يمكن كمان هو عشان كان شخص نقدر نقول فاميلي بيرسون قوي فده أثر على وجوده خلال وجوده في الدراسة كان محتاج يعبر عن مشاعره بشكل أو بآخر وفيه أعمال كتير من هو خرجها خرجها من خلال عصف الزهني للأيام اللي هو كم قضيها زي مثلا إني رحلة رد قلبي طبعا الأشهر خلال الفترة اللي هو قضيها كضابط فأعتقد ده التأثير الوحدة اللي بتبقى موجودة في العسكرية المحطات المهمة في حياته والمحطات المؤثرة جدا في حياته من وجهة نظري كانت إيه؟ من وجهة نظري الدبلوماسية المرحلة الدبلوماسية بتاعته هي اللي قدت في الآخر لاختياله الفترة اللي هو كان فيها في المجلس الوحدة الأفريقي الأسياوي أسهم أسهمات كبيرة جدا على الصعيد السياسي للعلاقات في الفترة دي راح دول كتير سواء في أسيا أو في أمريكا الجنوبية أو في أفريقيا عمل صدقات كبيرة جدا فكان دبلوماسي شاطر قوي وفي نفس الوقت أنا بشوفها الأكثر تأثيرا لأن بشكل أواخر هي اللي قدت لدوافع اختياله فدي كانت بالنسبة لك أهم محطة في حياته أو من المحطات اللي غيرت شكل حياته والأكثر اختفاءا مش ناس كتير تعرف عنها قائتيني كانت الناس ما تعرفش عنه كتير وأنت كنت حبة أنك تلقي عليه الدوق يمكن علاقاته بإحسان عبد القدوس لأن الناس كلها فهم أن علاقته بإحسان عبد القدوس كانت علاقة عداء جاية منه ودلوقتي الناس كلها بتحب لا أنا بحب كذا وأنت بتحب كذا وبنام الفريقين في دلوقتي اللي بحب يوسف السباعي ما يحبش إحسان والعكس هم في فوقتها كانوا أصدقاء أصدقاء على درجة كبيرة وعلى درجة أسرية فدي برضو كنت حبة صلط الدوق عليها كان عندك أصدقاء في الواقع لكن أعداء على الورق مظبوط ده فصل ودي كان لها علاقة بالحكاية التي حكيتها دلوقتي مظبوط هي علاقته ببعض اه اه اي تاني حبيتي أنك تلقي الدوق عليه في كتابك عن الرواء يوسف السباعي وإحنا طبعا يعني حبينا على قد ما نقدر نعرف منك أنت نحرق العمل اللي تقال عليه بعد وفاته فيه كتاب صدر كامل عن اللي تقال عليه بعد وفاته والكتاب ده كان مهم جدا وسعيدني جدا سواء اتقال في مقالات او اتقال في خطب واللي تكلموا عنه مش بس أدباء وزراء وديبلوماسيين مش بس مصرين ولا عرب من برا من أسيا من أفريقيا من أوروبا الشرقية فيه فصل في الآخر عن اللي تقال عليه بعد وفاته فيه البعض كان عدو لي أثناء حياته الأسباب يعني شخصية وأسباب عملية لكن كان لازم يعمل له رثاء انتي مش بس كتبة انتي كمان مترجمة كلميني شوية عن قصة بتاعت الترجمة دي يعني اشتغلتي كترجمتي ايه عملتي ايه وفكرت الترجمة الكتاب ده فكرت ان الكتاب ده ممكن يكون مترجم في قوم من الأيام خاصة ان احنا بنتكلم عن شخصية غناية جدا انا خارجة ألسن فده شغلي اصلا ان انا الترجمة الترجمة ده عصلا شغلي ده شغلي الترجمة الأدبية بدأتها من سنتين او ثلاثة ألسن ايه بقى انجليزي انجليزي وفرانسي الترجمة الأدبية بدأتها من ثلاث سنين تقريبا ولكن ما بترجمش للغة الانجليزية يعني انا بحب الترجمة الأدبية تحديدا ان اللي يترجم الجنسية اللي هيترجم لها انا مصرية او عربية اترجم للعربي ايه لان في الأدبي فيه تكات كده لازم الشخص اللي بيتحدث باللغة هو اللي يتعامل بيها بس اتمنى ان هو يترجم وهتبقى خطوة فيه انواع معينة من الأدب انت متخصصة فيها اكتر او في ترجمتها اكتر الرواية 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 والكتب الأدبية بشكل عام الرواية او أدب الرسائل او غيره نحن بتقري المين تاني يا غيوسف السباح مين تاني امين معلوف اللي ممكن في يوم من الايام تفكري انك تعملي عنه كمان كتاب او ممكن تكون حياته ترية جدا او ممكن تكون شخصيته على الورق جذابة لبنت كتبه في بداية مشوارها زيك تخليك تكتبه عنه كتاب امين معلوف لان حياته سرية جدا جدا بالفعل وكتباته عظيمة انا يعني اعتبر الرواية المفضل بعد يوسف السباح او اخد منك وقت قدي الكتاب اخد سنة بدور هبدأه ازاي وسنة بجمع الحاجات بتجمع المعلومات او ولان المعلومات كانت شحيحة والمصادر قليلة واغلب الأرشيف ما كانش موجود واغلب ما كانش فيجر علتو بقى انت قلت لجاتي لحفيدو العيلة ودكتور لوتس هم دوني عبدالوهاب سباعي عبدالوهاب الغندور الغندور لانه حفيدو من ابنتو مش من ابنتو اوكي او وخد شهر كتاب هم هم الملاحظات دايما لما حد بيجي يكتب عن شخصية معروفة كتير في الفترة الأخيرة كنا نسمع عن مشاكل متحصل مع الرايب او الورطة او كده علشان احيانا بيكون في معلومات مغلوطة احيانا بيكون في معلومات هم مش حابين انه هم حد يتكلم عنها يعني بيكون في اختلافات كان عنده اي ملاحظات لا الحقيقة كان شخص متعاون جدا اه وانا كنت حريصة انه انا ما تعرضش للسيرة بشكل مؤذي لان انا مش هدا في نانا اكتب عن اي حد تكتب عن حد بتحبيه جدا حتى لو هكتب عن حد بكرهه مش هكتب عنه بشكل مؤذي هكتب عنه الحقيقة اه فكان حرصي ده ان انا حزفت حاجات كتير ما لقيتهاش مواسط الموثقة كل الحاجات الغير موثقة والغير منطقية من وجهة نظري ما كتبتش يعني كانت موجودة وعندي وممكن ناملك كتاب وخليه كبير كده بس ما حبيتش ان انا كتبها فلا كان في عملية تعاون لطيفة الحقيقة مع دكتور عبدالوهاب وانا مكنتش هكتب حاجة سيئة يعني حياته العسكرية اضافت له ايه ككاتب اعتقد اضافت له نص ارثه يعني لازم ككاتبة انا بقولك بقى النقطة دي لازم حياتنا تأثر في اللي احنا بنكتبه ده اكيد ده اكيد فهو لو ما كانش عسكري في اللي بنكتبه في اللي بنشتغله وفي كل حاجة طبعا لو ما كانش عسكري ما كانش هتطلع يوسف السباعي الاديب ده ايوه ما كانش هتطلع الشخصية دي التوليفة دي اه لا خالص وما كانتش هتطلع الكتابات بالشكل ده الشكل اللي هو طالع من شخص حاد انتي حاس ان هو حاد وقوي جدا ولكن حاس ان هو لطيف وهادئ جدا في كتابته فأعتقد ده رجع ده للعسكرية وده هو طبيعته شخصية كده وتربيته كمان في حي شعبي مصري اصيل زي ما قلنا متغزي بالمصرية الاصيلة ده اكيد كمان كان بيوضيف يعني ملامح مصرية قريبة دي حقيق للقارق او للناس دي حقيق ترجمة نانسي قنقر